أكثر عن هذا الموضوع ستنضم إلينا الآن سمية حداد وهي مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحية لك سيدة سمية بداية كيف تعلقون أنتم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان على هذا القانون هذا القانون يتضح بقاشرة أنه قانون مجرد شكري ولا يمكن الاعتماد عليه ولن يقوم النظام بصلا بتطبيقه يعني كما ذكروا سابقا أن التعذيب هو موقع الدستور السوري ممنوع وبالتالي إصدار هذا القانون من مجلس الشعب أعتماده من مجلس الشعب اللي هو الأصل يعتبر المنظمة أمنية نتش نحن ذكرنا بعدة مرات أنه هذا المجلس ما هو إلا واجهة أمنية حوالي ثلثي يتم ترشيحهم قبل الإنسان بالبعض وفي لدينا أثبات دراسة حول أعضاء هذا المجلس وفي 60 شخص تقريبا منهم أنهم متورطين بارتكال جرائم حارب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وبالتالي لا يمثل الشعب السوري فعليا وبالتالي القرارات الصادرة عنه هي بتوجيهات من النظام السوري نفسه بغاية منها لا تتعدى الموضوع الشقيق وخاصة في ظل الدعوة الحالية لإعادة تطبيع مع النظام وبالتالي من مصلحة النظام إصدار مثل هذا القانون لكن معروف لدينا أنه النظام السوري يعني مارس عمليات التعذيب بشكل منهجي وواسع وكبير منذ عام 2018 أحب ما ذكرت حضرتك أنه هنا تسجيل فقط يعني ما تمكننا من تسجيله هو 14449 شخص طوفي بسبب تعطي بينهم نساء وأطفال يقول في مناكز احتجاز التابعة من النظام السوري وبالتالي النظام هو أصدر هذا القانون مخالف لا يختلف عن الدستور السوري يعني هو غريب سيدة سمية يعني هو غريب إصدار هذا القانون أصلا يعني هناك كثير من المستغربين يعني الذين تلقوا خبر إصدار هذا القانون ويعني تناولنا بعضهم بعضهم يعني الاتلاف الوطني وبعض الشخصيات السياسية الأخرى وأيضا يعني الحالة الساخرة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا القانون تقريبا لا أحد يصدق هذا القانون لا أحد يصدق بأن النظام أصدر هذا القانون تجريم التعذيب ولكن برأيكم يعني ما الهدف ما هدف النظام الخفي إن كان هناك هدف خفي فما هو يعني لماذا يصدر هذا القانون لماذا هو مضطر أصلا لإصدار هذا القانون في هذا التوقيت العملية كما ذكرت سابقا أنه حاليا في مرحلة الترويج لإعادة تعويمه وإعادة عنيات التطبيع معه وبالتالي هو مصلحة الترويج لأنه يقوم بإصدار قوانين تجريم عمليات التعذيب لكنه فعلا فعليا لن يتوقف عن عمليات التعذيب ما زلنا حتى الآن نحن نوثق بحايا بصور التعذيب يتحدث حتى من ضمن بنوده أن عدم تعذيب أطفال طيب في ضحايا أطفال عنده بصور التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الموجودة لليه سيدة سمية أقصد بأن النظام أصلا كان يعتقل ويعذب ويقتل تحت التعذيب في السنوات الماضية ولم يكن يحتاج إلى قانون ولا إلى غير قانون ولم يكن يأبه أصلا بكل الحالة الدولية التي تحيط بالأزمة السورية ولكن اليوم عندما يصدر هذا القانون فهناك إذن شيء خفي ربما أو هدف خفي يريد إظهاره هل لموضوع إعادة العلاقات مع النظام ربما كما تفضلت ارتباط بهذا القانون أم أنه فعلا مثلا يعني أنه هو نشك بذلك فعلا يريد أن يبدأ وإذا كان يريد أن يبدأ فبمن سيبدأ هل سيبدأ بضباطه مثلا؟ النظام السوري هو فعليا لديه قوانين تمنع تطبيق هذا القانون يعني فعليا مدام عنده عملية المحاسبة إلا عن طريق موافقة المرؤوس على محاسبة أي عنصر أو أي رئيس قام بعمليات تعذيب لن يقوم أي شخص أو أي رئيس بتحويل أي عنصر لديه للمحاسبة لأنه بالتالي فعليا هو يحيل نفسه لعمليات المحاسبة يعني لديه مجموعة من القوانين يصن مجموعتنا قوانين متضاربة الغاية منها فقط إظهار أنه يقوم بإصدار قوانين لكنه فعليا لن يتمكن من تطبيقها حتى بواسطة قوانين لتصدرها يعني ربما هم يعني الموالون للنظام والمسؤولون تحديدا في سلطة هذا النظام أنفسهم لا يعرفون يعني كيف يجيبون على هذا السؤال سؤال لماذا الآن؟ أحمد الكزبري يعني هو رئيس لجنة الحقوق الإنسان أو على ما أعتقد هو كان يعني أحد رؤساء الوفود جينيف التي أرسلها النظام يقول بأن هذا القانون تأخر بسبب الحرب يعني من عشر سنوات إلى الآن أنه كان رح يكون موجود هذا القانون ولكن الحرب على سوريا وليس في سوريا الحرب على سوريا هي من أخرت هذا القانون كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ ما رأيكم؟ التعذيب هو محظور بالقانون الدولي يعني موضوع حتى القوانين العرفية لا يمكنها أو قوانين الطوارئ لا يمكنها أن تغير من هذا القانون الغير لا تسمح بيلمس بهذا القانون أو موازنة المحقوق أخرى والتائلون النظام السوري هو متقيد فعلا بالقوانين الدولية فهو لن يقوم بهذه عمليات التعذيب سواء أصدر هذا القانون أم المنصدر نعم كل شكر لك إذن سيدة سومية الحداد مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان شكرا